يتوجه سمح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى العاصمة الدمارقية للمشاركة في اجتماع كوبنهاج الوزرية حول المناخ أوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع الذي تستضيفه الدمارق يعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة مضيفة أن اجتماع كوبنهاج يعقد هذا العام تحت عنوان قيادة العمل المناخي التنفيذ وتقدم المحرز ويتضمن جلسات حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تدعيته السلبية وتمويل المناخ وأشرت الخارجية إلى أنه من المقرر أن يلتقي شكري ولي عهد الدمارق كما سيجري لقاءات مع وزير الخارجية الدمارقي وممثل مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري لبحث مختلف ملفات التعاون الثنائي بين البلدين ترجمة نانسي قنقر